اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع كالمعتاد أهم ما تقوله الصحافة العربية وما تتداوله من أنباء وأخبار على المستوى المحلي والعربي نبدأ البداية من موقع يمن مونيتر والذي أعاد نشر أحد الموضوعات الهامة المتعلقة بالمساعدات التي تنهبها ميليشيا الحوثي والمخلوع في اليمن وعنونا الموقع مهزلة المساعدات الخارجية المتمردون يختلصون غداء ملايين اليمنيين البؤساء وقال الموقع نقلا عن ما نشرته صحيفة سوندي إكسبريس البريطانية إن الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني السابق يقومون باختلاس أقوات الملايين من اليمنيين البؤساء فيصطون على كميات ضخمة من المساعدات التابعة للأمم المتحدة ويبيعونها للتجار وصفة ذلك بالمهزلة تقول الصحيفة البريطانية التي ترجمت مادتها من قبل يمن مونيتر يتم اختلاص كميات ضخمة من المساعدات البريطانية في أفقر دولة في الشرق الأوسط من قبل المتمردين الحوثيين والسياسيين من أجل كسب المال 21.2 مليون مدني بائس أكدت مصادر في المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة للصحيفة بأن المعونات التابعة للأمم المتحدة بما فيها المواد الغذائية الأساسية يتم سرقتها من قبل قادة تابعين لمليشيا الحوثي وأعضاء تابعين لحزب المؤتمر الشعبي العام ومن ثم يتم بيع هذه المساعدات للتجار الذين بدورهم يقومون برفع الأسعار أو توزيعها على الأهل والأصدقاء بدلا من ذهابها لبؤساء الشعب اليمني تقول الصحيفة البريطانية يمكن مشاهدة المواد الأساسية كالأرز والدقيق والسكر علنا في المحلات التجارية في أكياس طبع عليها شعار الأمم المتحدة ويتم عرض مواد غذائية وغير غذائية تابعة للأمم المتحدة للتجار من قبل المتمردين الحوثيين أو السياسيين قبل وصول هذه المواد إلى المخيمات أو الاحتفاظ بها خارجا بواسطتهم موقع موقع بوست تابع في صفحته الرئيسية الإضاحات التي نشرتها الناشطة اليمنية توكل كرمان بخصوص إدانتها لما تعرض له المدنيون عنوان الموقع توكل كرمان قالت فعلت ما يوجبه ضميري وصالح يواصل مسيرة الخراب قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن موقفها من المجزرة التي وقعت في الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء عصر السبت جاء بناء على ما يوجبه ضميرها وأضافت كرمان في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك قتل المدنيين واستهداف وجودهم وكرامتهم سلوك نرفضه ونقاومه أيا كان الفاعل يقول موقع بوست إن هذا التصريح يأتي عقب إشادة الرئيس المخلوع صالح بموقف كرمان وبإدانتها لحادثة قصف القاعة الكبرى بصنعاء والتي راح ضحيتها المئات ما بين قتيل وجريح بينهم قيادات عسكرية ومدنية عليا أوضحت كرمان أن ثورات الربيع العربي جاءت لهدم عهود من الظلم والاستبداد والفساد إلى أن المستبدين ومنهم المخلوع صالح لم يتعذوا مشيرة إلى أنهم يواصلون مسيرة الخراب دون أدنى شعور بالمسئولية لذلك وجب النضال حتى تحقيق دولة القانون والمواطنة المتساوية اليمن الموقف والفرص تحت هذا العنوان كتب محمد الرميحي مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط وقال الكاتب الحقيقة الوحيدة التي يراها الخليجيون بصرف النظر عن اجتهاداتهم أن سقوط اليمن في يد الحوث يعني سقوطها في يد ولاية الفقيه الإيرانية وبالتالي التمدد غير المنضبط لإيران القومية في الخاصرة الخليجية ذلك هو التحدي الواضح للعلان لن يجده بعد ذلك أي حديث أو عمل ظاهري لترقيع تلك الحقيقة لذلك فإن الحرب في اليمن بالنسبة للخليج هي حرب وجود لا حدود لقد أصبحت الحرب هناك أكثر مهام الدولة الخليجية جدية ومفتاح البقاء أو الخراب الاستراتيجية الإيرانية لم تعد غامضة أو غير مرصودة هي تعتمد على الاستفادة من ضعف أو خلخالة الدولة العربية وزرع فئة صغيرة مسلحة في داخلها تأتمر بأمرها تحت شعارات زعيقة وعاطفية تدغدغ مشاعر البسطاء من أجل السيطرة على تلك الدولة ولبنان مثال على تلك الاستراتيجية ولكن أيضا العراق والسورية مع اختلاف في التكتيكات التفصيلية لا غير إلا أن الملاحظة من جهة أخرى هو عدم استخدام الفرص المتاحة والاستراتيجية والقادرة على تحرير الوسائل والأدوات في يد مجلس التعاون التي يمكن أن تقلل أولا ومن ثم تمنع ذلك السقوط في يد الإيرانية وتعرقل ذلك التمدد الذي يأخذ اليمن والإقليم إلى الفوضى إن أهم أداة تشكل باب الفرض في يد دول مجلس التعاون وتقف حجر عثرة أمام التمدد الإيراني سياسية وليست عسكرية وهي التوجه إلى الوحدة الخليجية وقد يسأل سائل وما علاقة هذا بذاك هي حجر الزاوية في كسر موجات العدو ودحر طموحه في مد نفوذه الحقيقي أو المعنوي في الإقليم ومن يعتقد حتى الآن أن العدو في صنعاه فقط عليه مراجعة تاريخ الحروب العدو في اليمن قابع في طهران الهاربون من أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها بلادهم أثيوبيا لا يجدون ملاذا آمنا في اليمن الذي يواجه مخاطر أشد من سوء الوضع الاقتصادي وفقا لموقع عدن الغد سقط جرح أثيوبيون بالسجن عطق ومسؤول أمني يوضح أفاد مصدر أمني في مدينة عطق عاصمة محافظة شبوة أن محتجزين أثيوبيين حاولوا التمرد في السجن المركزي في مدرية عطق وقال المصدر لعدن الغد إن العشرات من المحتجزين في السجن المركزي في مدينة عطق قاموا مساء يوم الأحد بإحراق بطانياتهم أضاف مسؤول أمني يعمل في حراسة السجن لعدن الغد قال إن جنودا يتولون الحراسة أطلقوا الرصاص بعد نشوب الحريق وبدأ الاحتجاج والتمرد ما أدى إلى سقوط جرحة تم إسعافهم إلى مستشفى عطق المركزي لتلقي العلاج إلى موقع مصدر أونلاين تابع عددا من الموضوعات المتفرقة قال نزوح عشرات الأسر من قرى مريس في الضالع بعد اجتداد قصف الحوثيين وقوات صالح من مأرب بفعات التحالف تعترض صاروخين أطلقتهما الميليشيا الحوثي على مأرب والمملكة وغارة جوية تستهدف معسكرات في صنع من تعز الحوثيون يفجرون منزلا شرق تعز وتقرير يتحدث عن تدمير 72 منزلا خلال شهر سبتمبر قال مصدر حقوقي للموقع إن مسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق فجروا منزلا لأحد المواطنين في حي الجحملية شرق مدينة تعز أضاف إن المسلحين طوقوا المنزل منزل المواطن ماجد غانم ومن ثم فجروا بعد نحو أسبوع من تفجير مماثل استهدف منزلا آخر منزل محمد أحمد سعيد في أطراف منطقة صالح وفجر الحوثيون ما يربعا خمسين منزلا في أحياء ثعبات الجحملية صالة حسنات شرق مدينة تعز منذ بداية الحرب أيام مع عبد الرب تحت هذا العنوان كتب علي أحمد العمراني مقاله منشور في موقع عدن الغد عن قائد المنطقة الثالثة لواء الشهيد عبد الرب الشداد الذي برحيله فقدت اليمن قائدا ملهما كما قال الكاتب مضيفا عرفته لأول مرة في حرف سفيان بداية الفين وعشرة كنا في اللجنة الوطنية لأحلال السلام في الحرب السادسة قيل لي العميد عبد الرب يريد أن يراك كان عبد الرب الشداد قائدا عسكريا لا يشبهه أحد كانت تبتسم عيناه قبل شفتيه ويتحل بشجاعة نادرة وثيقة مطلقة دون أن تلاحظ عليه أدنى غرور أو تسرع أو زيف كنا نأمل بأن تكون الحرب السادسة آخر الحروب غير أنك وأنت تسمع وترى قائدا ومقاتلين حوسيين لابد أن تدرك أن المأساة كانت لا تزال في بدايتها لكن مهما جمح بك الخيال وتعظم التشاؤم فلن يبلغ توقعك بأي حال إلى مستوى النكبة الوطنية التي تسببت فيها المسيرة القرآنية بعد اشتياح العاصمة كان كثير من القادة العسكريين على مستوى معقول من الكفاءة والوطنية ومن الصعوبة ملاحظة تعاطف أي أحد منهم مع مشروع الحوثي بأي مستوى الأمر الذي يجعلك تتساءل ما الذي حدث بعد ذلك عند اشتياح العاصمة صنعاء ومن قبلها عمران بعد حرف سفيان التقيت بعبد الرب مرارا وحدثني عن مهمته في حماية ساحة الحرية وزرته وهو جريح في المستشفى بعد حادث كينتاكي في كل لقاء مع عبد الرب أو حديث إليه وجدته صادقا كل الصدق وودودا بلا حدود أرقى من نسيم الهواء وأصلب من الفولاد منذ خروجي من اليمن قبل أكثر من سنتين تواصلت به مرة واحدة حاولت بعد ذلك التواصل معه أكثر من مرة كي أعزيه في أقربائه ومرافقيه فلم أوفق منذ أسبوع قلقت عليه أكثر قلقت عليه عندما تبين لي أن كثيرين عرفوا حقيقته وقدراته محبون وكارهون كنت أود القول انتبه على نفسك إلى موقع المشاهد وجاء في أحد عنوينه المتعلقة بالأوضاع المعيشية المتدهورة بشكل يومي رفض النقابي للخصم من رواتب المعلمين لمركز صنعاء كشفت تصريحات أدلى بها أمين عام النقابة الوطنية للتعليم للمشاهد عن رفض لتوجهات وزارة التربية والتعليم في صنعاء بالخصم من مرتبات المعلمين لصالح دعم البنك المركزي اليمني وأعلن ناجي محيدين أمين عام نقابة المعلمين رفض النقابة للتوجهات التي كشفت عنها وزارة التربية والتعليم بقيامها بتنفيذ خصم ألا وهو قصد يومي على كل معلم قصد يوم على كل معلم دعما للبنك وأكد أن النقابة ستقوم بواجبها وبكل الوسائل للدفاع عن حقوق المعلمين في كل المحافظات اليمنية وأعلنت وزارة التربية والتعليم الخاضعة لجماعة الحوثي في صنعاء عن التبرع ب750 مليون ريال يمني من خلال استقطاع قصد يوم من مرتبات المعلمين اليمنيين لدعم البنك المركزي بناء على دعوة وجهها زعيم جماعة الحوثي بالتبرع للمنك وقال محيدين في تصريح للمشاهد إن الخصم من مرتبات المعلمين قد يفتح أبواب الفساد بمصرعيها في كل جوانب العملية التعليمية واعتبر أن الإقدام على هذه الخطوة تمثل استفزازا لقطاع المعلمين خصوصا في هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود فابقوا معنا عدنا إليكم من جديد مع كشك الصحافة هذه المرة الصحف العربية البداية من الصحيفة العرب الجديد عنونت وقالت مشروع بيان بريطاني بشأن اليمن في مجلس الأمن قالت الصحيفة وزعت بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع بيان بشأن اليمن يدعو إلى العودة لطاولة المفاوضات ووقف الأعمال العدائية ينص هذا المشروع على عدم وجود حل عسكري للأزمة ويدعو أطراف النزاع إلى العودة لطاولة المفاوضات ووقف الأعمال العدائية والإمتناع عن مهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية وللاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي صحيفة الخليج عنونت في إحدى صفحاتها حول جزيرة سقطرة تضم 220 وحدة بمرافقها الصحية والتعليمية والخدمية انتهاء العمل في مدينة خليفة السكنية في سقطرة نهاية العام نذهب إلى ما قالته هيئة الهلال الأحمر العمل في بناء مدينة خليفة بن زايد السكنية في مدينة سقطرة ينتهي نهاية العام الجاري كما سيتم استكمال البنية التحتية لمدينة سكنية أخرى في حضر موت خلال المرحلة المقبلة ووفقا للصحيفة يأتي بناء المدينة السكنية في سقطرة التي وضعت الهيئة حجر الأساس لها في شهر إبريل تعزيزا للمبادرات التنموية والإنسانية تضوم المدينة 220 واحدة سكنية بمرافقها الصحية التعليمية الخدمية من أجل إيواء مئات الأسر التي كانت قد تضررت من الأعصير التي ضربت أرخبيل سقطرة كما شملت المشاريع المستقبلية توفير شاحنات وحاويات لنقل النفايات وصيانة وتعبيد الطرق وشراء قوارب للصيدين ومكائن خياطة ومعدات مجغولات يدوية لتوفير مصدر رزق للأسر عن أكثر المحافظات نسيانا وإهمالا عن المحافظة التي تضيق ميليشيا الحوثي أبناءها سوء المعاملة والعذاب بدون أن تسمع أصواتهم عن محافظة المحويت نتحدث وكتب أحد ناشطيها مقالة تنتلئ بالمخاوف قال علي محمد العقبي عندما تتكلم عن ميليشيا الحوثي لا بد وأن يرافق حديثنا عنهم زفرات وجع لا إرادية وعندما تستعرض ما يقومون به من ممارسات وانتهاكات فلن تملك إلا أن تتذكر دموع اليتامة وأنين الثكالة وتستعرض في مخيلتك صور الدمار ووحشة الأطلال التي خلفتها مدافعهم أو تسببت بها همجيتهم الحوثية سونام اليمن التي لن تنساها ذاكرة الأجيال ولن يغفلها التاريخ على مدى القرون القادمة قرأت خبر تدشين مسؤولي الميليشيا بمحافظة المحويت لحملة تبرعات دعم البنك المركزي البنك الذي أتت على احتياطه مسيرتهم المشؤومة ليسدوا عجز البنك المصرفي من خلال نهب البسطاء الذين حاربوهم في أرزاقهم ومصادر دخلهم أولئك البسطاء في هذه المحافظة التي لم تتوانى هذه الميليشيات عن بسط هيمنتها عليها وإذاقة أبنائها التنكيل وجنت على استقرارها وأمنها سجنت من ينشطون في المجال الحقوقي وأقصت أبنائها من أعمالهم واستبدلتهم بميليشيات لا تعرف سوى شد الزناد وإزهاق الأرواح نهبت دور القرآن ومقرات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكممت أفواه الصحفيين وهتكت حرمة مؤسساتها بالمسلحين والبلاطجة عاثوا فسادا بمحافظة كانت بأبنائها وعقالها ينعمون بالأمان والسلام والهدوء والتسامح والحب بين أبنائها أتت عليه هذه العصابة كإعصار جارف لتبدل الأمن خوفا والهدوء صخبا وفوضى وأصبح أهلها بين متحوث ناقم أو معارض ملاحق أو صامت لا يستطيع قول كلمة الحق خوفا من بطش هذه العصابة الميليشيوية فجرائم هذه الميليشيوية في حق أبناء المحويت لا تحصى كما هي في المحافظات الأخرى التي أحكمت قضتها عليها محافظة المحويت سلمت لهم بدون أن تطلق رصاصة واحدة ومع هذا لم تسلم من بطشهم صحيفة القدس العربي تابعت الواقعة التي ما يزال أثرها مدويا عنوانة الصحيفة اليمن يتشح بالسواد على ضحايا صالة العزاء في صنعاء والغموض يكتنف مرتكبها أكدت العديد من المصادر أن الحزن خيم على اليمن عموما وتوشح السواد بشكل غير مسبوك منذ عدة عقود إثر سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح من نخبة المجتمع بشكل صادم في مجزر قصف القاعة الكبرى في صنعاء قال سياسيون يمنيون للقص العربي إن عملية القصف التي طالت مراسم العزاء في القاعة الكبرى في صنعاء لم يكن حدثا عاديا فقد روع المجتمع اليمني عموما وأدانه المجتمع الدولي بشدة ولم يحظى أي حدث بالاهتمام الإنساني والتفاعل السياسي من كافة الأطراف في اليمن مثل ما حظي به هذا الحدث المؤلم والصادم أوضح أن اليمنيين قد يختلفوا على أجندات سياسية لكنهم يجتمعوا على القضايا الإنسانية ولذا كان حضور مراسم العزاء في القاعة الكبرى من كل الأطراف والأطياف السياسية اليمنية حذر اللواء محسن خصرف رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني في مقابلته في صحيفة الشرق الأوسط من أن الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر والخليج العربي ستبقى مهددة مدام الحوثيون يملكون سلاحا بعيد المدى تزودهم به إيران وجازم خصرف في حوار مع الشرق الأوسط بأن كل ما يجري في اليمن حاليا سببه هو جزء من الجيش اليمني الذي انحاز للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ولم يحتفظ بمهنيته وولائه للوطن بل للقبيلة الأسرة والشخص أضف خصرف الغالبية العظمى في الجيش اليمني الذي تم إنشاؤه على مدى 33 عاما نشأ قادته على الفساد والمصالح الشخصية والولاء لعلي عبدالله صالح وانحازوا بوحداتهم إليه وعندما نتحدث عن الجيش والمؤسسة العسكرية نعني بشكل مباشر القيادة والضباط الجنود ليسوا موضع حساب ولا تساؤل لأنهم يتبعون القيادة ولفت اللواء خصرف إلى أن الجيش الوطني يتعرض لضغوط دولية لعدم اقتحام العاصمة صنعاء بدعوة أن دخولها سيتم بطريقة سلمية بعد انسحاب الحوثيين من المحافظات تسليم السلاح عودة الدولة إلى أن الانقلابيين يستخدمون هذا الغطاء الدولي لاستعادة أنفسهم وأخذ زمام المبادرة من جديد صحيفة الاتحاد الإماراتية تابعت الاستعدادات التي تسبق الانتخابات الأمريكية وعنوان ترامب يتوعد بسجن هيلوري كلينتون شن المرشح الجمهوري دونالد ترامب هجوما على كل الأصعدة ضد منافسته الديمقراطية هيلوري كلينتون في محاولة منه لإنقاذ حملته الرئاسية متواعدا بزجها في السجن ومتهما زوجها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بالاعتداء على النساء لجأ ترامب الذي بات في وضع حارج بعد كشف تصريحاته المهينة للنساء وتخلي عدد من كبار المسؤولين في الحزب الجمهوري عنه قبل أقل من شهر على موعد الاستحقاق الرئاسي في الثامن من نوفمبر المقبل إلى الاتهامات الشخصية في المناظرة الرئاسية الثانية التي جرت في وقت مبكر من صباح الاثنين وبادر ترامب إلى القول في مستهل المناظرة في مستهل المناظرة قال لست فخورا بذلك ولقد اعتذرت لدى أسرتي والأمريكيين في إشارة إلى تسجيل الفيديو الذي يفاخر فيه بأسلوبه في التعامل مع النساء مستخدما ألفاظا سيئة بوتن أم البغدادي تحت هذا العنوان كتب غسان شربا مقاله المنشور في صحيفة الحياة وقال الكاتب ما فعله البغدادي شديد الخطورة هبط من كهوف التاريخ واستولى على الموصل ألغى الحدود السورية العراقية وأطلق انقلابا مدويا على اتفاقات سايكس بيكو أرسل مفاعل داعش إشعاعاته في كل الاتجاهات عبرت سمومه حدود الدول والقارات ارتكابات صارخة وضربات فضة وخلايا نائمة وذئاب منفردة وسكب الزيت على نار الأقليات وجروح التعايش أقلق البغدادي العالم واحتل سريعا موقع العدو الأول في العواصم الغربية اليوم من يسأل أيهما أخطر بوتن أم البغدادي وضف بوتن إطلالة البغدادي واستيلاء المتشددين على الثورة السورية لإطلاق برنامج الثأر الكبير الثأر من الغرب الذي دمر الاتحاد السوفيتي من دون إطلاق رصاصه والثأر من حلف الأطلسي الذي يحاول تطويق روسيا وإذلال صورتها وسلاحها إذن استنتج الغرب أن موعد تقليم أظافر القيصر قد حان فإن سوريا مرشحة لما هو أدها ومعها المنطقة أيضا جولتنا المصورة اليوم بين أنقاض إحدى المدن العربية التي دمرتها الحرب إنها المدينة التي نبتت تاريخ فيها أولا مدينة حلب حيث أقيمت ومرت منها الحضارات ويبدو اليوم شكلها كما لو أنه تم محوها من الوجود إلا مما تبقى نشاهد سويا ما تبقى من مدينة حلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهذا القدر نكتفي من الصحف العربية وقراءات اليوم في كشق الصحافة وحتى ألقاكم في أمان الله نشاهد سويا الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر